الحراك الشعبي الليبي يحرج أنقرة وحكومة الوفاق فشعرات المطالبة برحيل تركيا وإخراج المرتزقة كشفت أن تركيا ضيف غير مرحب به في عقر نفوذ حكومة السراج العاصمة رابلس المخابرة التركية سارعت للتحرك في اتجاه حل المأزق باختراق الصفوف المتظاهرين وسائل أعلام الليبية كشفت أن المخابرات التركية وجهت باحتواء الحراك الشعبي في ترابلس والسيطرة عليه من خلال الدفع إليه بعناصر داعمة لحكومة الوفاق وذس مرتزقة سوريين يتم تكليفهم بمهمة التظاهر لدعم السراج ووفقاً لصحفة المرصد الليبية فإن شعبة المخابرات التركية في قاعدة معيتيجا أعطت تعليماتها لمسؤولين في وزارة داخلية حكومة الوفاق بضرورة تغيير وجهة شعارات الحراك من الدعوة إلى الإطاحة بحكومة الوفاق والتنديد بفسادها وفشلها إلى التنديد بالجيش الوطني وقائده والبرلمان وتحميلهما المسؤولية عما يحدث في البلد وكعادتها أغرت أنقرة بدفع أجور لمن يتم تكليفهم بالاختراق وأجلب البعض منهم من مدن أخرى كما طالبت المخابرات التركية بحسب المصادر عناصر الميليشيات بارتداء ملابس مدنية واختراق المسيرات مشددة على ضرورة اختطاف العناصر المؤثرة في الاحتجاجات واستبعادها من المشهد طرق ملتوية وشحنات سلاح تركية إلى ليبيا في خرق مستمر للحضر الأممي المفروض على توريد السلاح تقارير أوروبية عدة أصدرتها ما يعرف بمجموعة أرمي إيو أكدت أن الجيش التركي نقل مواد عسكرية إلى ليبيا على متن طائرات إيرباس وأن مكونات الشحنة مهمة حربية وتضم مجموعة أرمي إيو شبكة IRD الألمانية ومجلة شتيرن الألمانية وإذاعة بافاريا الألمانية ومحطة RT الألمانية الفرنسية ومحطة الدياريو الأسبانية ومركز الاستقصاء الهولندي لايتهاوس ريبورت وبحسب التقارير الأوروبية فأن تركيا قامت بـ 11 طلعة جوية على الأقل إلى ليبيا بطائرات عسكرية من طراز A400M شركة إيرباس أكدت أن تركيا حصلت حتى الآن على تسع طائرات من هذا الطراز وأوشكت على تسلم العاشرة وأن عملية صيانة الطائرات تجرى في مدينة قيصر التركية وهناك يتم تزويدها بقطع الغيار وأن إيرباس غير مسؤولة عن المواد التي تنقلها دولة ما إلى أخرى على متن طائراتها وطالبت أطراف أوروبية بعادة النظر في قوانين التجارة الخارجية ذات الصلة من أجل تجنب نقل الأسلحة مجددا في المستقبل وانتقدت قوى سياسية أوروبية ما وصفته بقيام شركة أوروبية بمساعدة تركيا في كسر حضر الأسلحة المفروض على ليبيا خاصة بعد أن تم التأكد أن هذا النوع من الطائرات يجري تجميعه النهائي في أسبانيا معنا من باريس الكاتب والباحث السياسي الليبي السيد كامل مرعاش أهلا بك سيد كامل معنا على سكاي نيوز عربية إذن سيد كامل كما شرحنا هي لعبة مكشوفة الزوايا والأركان من قبل جانب التركي في تهريب السلاح وتوريده إلى ليبيا وكما هو معروف هناك حضر على توريد هذه الأسلحة ما الذي يحدث باعتقادك؟ لماذا يغض الطرف الجانب الأممي والجانب الدولي على ما يحدث من خروقات تركية؟ في الواقع الآن بالنسبة للجانب الدولي البعتة الأممية في ليبيا تحولت إلى بعثة أمريكية تنظر بالعين الأمريكية إلى الصراع في ليبيا وإلى الصراع في مجمله حتى في الشرق المتوسط وبالتالي هذه البعتة لا يؤمل منها أي شيء أو أي تقدم في اتجاه حل الأزمة الليبية أو فضح من يستمرون في خرق حضر وصول الاستلاح إلى ليبيا وتحديدا تركيا أما بالنسبة للجانب الدولي وخصوصا الأوروبي منه فهناك انقسام في الواقع الآن بدأت تتكشف المعلومات هناك ألمانيا التي لديها استثمارات كبيرة جدا في تركيا لديها علاقات مميزة مع تركيا لا تريد أن تخسر هذه العلاقة الاقتصادية وبالتالي يتم التغاضي عن كل الخروقات التركية وألمانيا تريد سياسة دبلوماسية مع تورياكيا لإقناع أردوغان بالتوقف عن هذه الخروقات ولكن هذه السياسة ليست ناجعة ولن تؤدي إلى أي حل لأن أردوغان مازال مستمر في إرسال السلاح والألمان يعرفون قبل غيرهم بهذه الشحنات التي تصل إلى ليبيا الآن الموقف الأوروبي أصبح أكثر وضوح هناك فرنسا، هناك اليونان، هناك إيطاليا بدأت تدرك هذا الخطر التركي وأعتقد أن المراورات العسكرية التي تجرى في شرق المتوسط والتي تشارك فيها فرنسا هي رسالة عسكرية لتركيا بالتوقف عن هذا العبد الذي تقوم به في ليبيا وأن تفصل بين ملف الأزمة في ليبيا وبين مصالحها في بحر إيجا وشرق المتوسط لأن في الواقع أردوغان يبتز أوروبا من خلال الملف الليبي الآن الملف الليبي سيبقى على وضعه الراهن تركيا ما زالت في تحشيد السلاح وإرساله إلى ليبيا الآن الكرة في الملعب الألماني هذا الدور الغامض الذي تقوم به ألمانيا والذي يؤثر سلبا على الملف الليبي يجب أن يتوضح وأعتقد أن الأوروبيون سيواجهون الألمان في هذه المسألة بالتحديد سيد كامل الجانب العربي الآن يشاهد ما يحدث في ليبيا هناك هدنة وهناك وقف إطلاق النار لكن يبدو هناك استمرار للتسليح بالنسبة لحكومة الوفاق وهذه الميليشيات سواء من تركيا أو من أطراف أخرى كيف يجب على العين العربية التي تخاف على الأمن القومي العربي النظر إلى الشأن الليبي الآن أعتقد أنه كل البلدان العربية الآن تنظر إلى الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي مهم جدا في المنطقة هذا الدور فعال ويبدو أن الولايات المتحدة تريد التهديئة ولا تريد تصعيد لا في ليبيا ولا في شرق المتوسط وهذا مرتبط بشكل كبير بتنظيم الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم أنا في تصوري أن سواء في الملف الليبي أو في أزمة شرق المتوسط سيبقى الوضع على ما هو عليه إلى أن نعرف نتيجة الانتخابات الأمريكية وبالتالي حتى البلدان العربية تتماشى مع هذا الطرح الأمريكي تحاول أن تعطي فرصة للتهديئة ربما للسلام في ليبيا ولكن بكل أسف الغطرسة والتكبر هو من جانب أردوغان الذي ما زال يرسل السلاح وما زال يعد لمعركة في ليبيا عنوانها الكبير هو الابتزاز إما أن أحصل على الجزء الأكبر مما يسميه البحر الأزرق أو أذهب إلى الحرب في ليبيا شكرا من باريس الكاتب والباحث السياسي ليبي سيد كامل مرعاش شكرا جزيلا لك